موسيقى الراجا جمهورها رسمالها موسيقى يو سلام عليكم معشل الجراد كيف رأكم؟ كنت من تكونوا باخر او لا خير مرحبا بكم في فقرة اشنو طارف الراجا كيف ديما غدي ندوا على الموادع الراجاوية الرائجة حاليا وغدي نناقشوا من بناتنا خصوصا ان البارح ترى كانوا في قفة دي الاخبار وفي بزاف ما يتقال فما عليك انت يقولي هو تخليك معنا من الاول حتى الاخر غدي ندوا الفيديو ديانا بتوقيف جمهور راجا ربعة دي الماتات مع غرامة مالية وعدة عقوبات اخرى في حق الجمهور الراجاوي بسبب اشياء اللي شخصين كتبان ليه تافير اكيد هاد الموضوع هادا اللي غدي ندوا في انا كراجاو غدي ندافع فيه على فرقتي بين قوسين غدي ندافع على فرقتي وما غديش ندافع على هادو كل يدارو الشغب اي واحد تشده هو كيدير الشغب فرايسة حق العقاب وما هاد العقوبات هادو اللي تعطاوه الراجا غدي نحطوه واحد المقارنة باش انا نشوفه وش هاد العقوبات كتكون مطبقة على كل شي بنفس القساوة ولا فقط ما اللي كي لبس الخضر الموية بداية تم بأول عقوب واللي يتوقع في الجمهور دي الراجا ربعة دي الماتاتات بسبب الشغب اللي كان في تيطوات اولا هاد العنوان شخصين اللي كي بليب اللي غالق الشغب كان خارج الملعب اما داخل الملعب كان في واحد درس لأي واحد كي يشكك في الجمهور دي الراجا والحمد لله كل شي شاف ان الجمهور الراجاوي كان مريح حد الجمهور تيطواني مع زيرو مشكين والحمد لله كانت عشر تمكين واحد لحب واحد الأخوة لمستهل ان شي واحد يزازعها فصراحة ما عرفت شانو وش اي واحد داز من جهة تيران ودرس شغب بلا ما تكون لهوية دي الواضحة وش نيشان غادي تحسب انه هم الجمهور دي الراجا والعقوبة غدا تطبق على الفريق كامل انا شخصيا كون شفت الجمهور دي الراجا دير الشغب وستيران فارا غادي نقول كنسة اقتميه دي الماتشة للعقوبة دي الويكلو هنجل الحمد لله الجمهور وستيران مشير بقراعي بحل واحد الجمهور فلماتش دي السوال وحاليا ان كانت سنوى العقوبة عليهم ولكن عندهم مصدر انهم ممكن يلبسوا الغوز زائد انا مش بكناها مع سيطوانيين ما تضربنا مع البوليس داخل تيران فبهذا فاراكي بالي بأن هذه العقوبة التي تعطيت حق الجمهور فاراكت بالي يا قاسية او لما نحن على هذا الشي كامل غدا يمشي وغدا نعطى وامتي لقراعي بالهاتش اللي وقع وغدا رجع بين الزمان اللي عملي فات في ماتش المغرب تيطواني والغوزيين نفس الاحداث ووقعاته المتغير الواحد اللي كان وهو ذاك الشي اللي اطراف ماتش دي الراجا كان مبين واحد الجمهور خارج تيران والامن وذاك الشي اللي اطراف الماتش دي الغوزيين وثيطواني كان مبين الجمهور الغوزي والثيطواني يعني الجمهور الغوزي يجب تصدام على الجمهور ديك المدينة مساءات شما كان بالعكس شونا الشغب برو ماكس في الدروبة في الشوارع الي حوين تكيت تشفروه وشونا حتى الشغب وسط الماتش دراجا أنا الماتش توقف لدقائق كثيرا فش من القرار اللي تخذ ديك الساعة كون اكيد انه اتخذ قرار قليل من ذلك الشي اللي تعطى الراجع في هذا الماتش هاده فانا صراحة كيبالي بان الراجع خاص دروري يدير استعنافذ العقوبات هاده انش كيبالي باللي ظالمة في حق النادي وانا متأكد ان الراجع عنده نقطة القوة حيناش الاحداث اللي وقعه او للشغب اللي طرح كان بعيد كل بود على ما هو الرياضي وداخل الملعب بلا ما ندعوه على ان نصبقه شفنا واحد الفرق حتى ياني سدلعب كان دارت الشغب داخل الميدان وشيرو بالقراعي والماتش كان ملعوبه توقف حتى اول دقائق والتعاقبه بتشي كامل خمسة دين الماتش هاد من بعد ما داروا استعناف رجعوا ليوماتش كامل الماتش واحد وهنا فين كان دولة شغب داخل الميدان والمشكلة الكبيرة فاتشي كامل هو ان هاد القرار دي المنع مثل احتر راجع لاحتى ذاكر دي الماتش دي الراجع كونتر اسفي فرا صراحة انش يحويش كيد دارو فرا انا نحاولو نغمضو عينينا وصار اما بقى العقوبات توم اللي اتخدوه في حق النادي واللي هي قال لكسيدي تم تغريم الراجع بمبلغ مالي بسبب رفع الشعارات ولافتات لا ريادية وهذا البلان هذا صراحة اللي هربني دي البصار انتت هنا عود ثاني غادي ندوي على تكافؤ الفرص لكن تبغين تعاقبو شي حد عاقبو كل شي مش غير جمهور دي الراجع والنقطة الاكبر وهي اللي جينا نشوفوه الشعارات ولافتات غادي لقوم بحلاك ده المسؤول لا ريادية باقي نجح كأس العلم جمهور الانستغرام وزيد وزيد هذا الميصاج هذا صراحة اللي كيبالي من موجهه لتشي واحد وانما اللي في الفز هو اللي غادي يقفز وفرش غادي نرجع لواحد جمهور اللي جيب دسميات كاملين في الشعارات ديالو مش فناليه تشي عقوبة فرد صراحة في حالة الحالات هذه الحاجة اللي ممكن تقالوه هي سكات حسن وقد نقولو لا حول ولا قوة إلا بالله وهي صراحة ان رادي شي كانوا واضح من الولد اللي عام وكيفاش كانوا كيتعاونوا مع الجمهور ديالراجا كيفاش ما خلوا مش انه مدخلوا تفرجوا مع فرقتهم وفرام شتعيني من بعد من جمهور ديالراجا دار الضغط ارجعوا الجماهير كيتفرجوا في فرقتهم ولقوا اقرب حل باش انهم معوا تانية بعدهم انهم يدروا ليومات بلانات هادو المهم لحد الان ربع ديالراجا ديالراجا بدون جمهور هنا يفين كندوع لأسفي والفتح والسوالم والمحمدية معاتشات الي كان من الممكن انك تربحهما بالجمهور فالقولي كتقبت المنين سيطياحوا رهما يعطلوش فات دار الاستيناف ديالiendaري باش انها تدافع لالحق ديالها فنا كنتمنى وتمنى اللعبيين ولوا قاعد الصعوبة لي كان عنه torch الان اللي يقولوا بالعلامة استفاهم كبيرة انهم اترجلوا معنا في الماتشات الي جايين كل شي باقي ملعوب وكل ثقة في الفريق كامل والو انو ما حبسوا الجمهور من الملعب الا مقوا �يمة ورا هذ chapit المهم سوف نختم هذا الفيديو بأخر مواضيع بداية بقضية هيرفي غاي لمن بعد ست يام باش المشكلة تتحل مع الفيفا وحكمات الصالحه لحد الان تأهيله مع العصبة ما زال ما كان او بمعنى اخر اللاعب ما زال ما عنده حق انه يلعب معنا ولا سوتين على السبب رغضي نقول لك غير حيتاش اللاعب كي لعب مع الراجل في الحين كنشوفوا بعض الفرق اللاعبين ديالهم كي يجبونه من الخميسكة لقاوهم بأهلين نهار الهربا كيف شو علاش ديال راسكرك ما فهمت يوالو وختاما بالفريق اللي يرجع التدريب من بعد الراحل اللي خداو دياليومين من بعد الماتش جلتت وان الفريق تخلف استعدادات الماتش ديالاسفي ماتش اللي كان صعيب وزاد الصعاب فاش غالي تلعب لجمعه ومنسوش انه ندو على قاديات زنيتي لعلى ما يروج انه حاضر في الماتش الجاي كونتر اسفي من بعد ما تتأكد بانه ماخداش صفره كونتر التواركة هنا قد يكون وصلنا لرخوا نقول لكم ماتش اللي كان فيديو خفيف درايف على ما يروج محطر راجوي نقشنا بنات نحنا يا كاراجوين فوصلت عميسينا فان بقريقة نقول لك بيس اشتركوا في القناة